موسيقى يورو نيوز زقت بعزام الأحمد دعوض واللجنة المركزية لحركة فتحة والمسؤول عن ملف المصالح الفلسطينية وهو رفيق درب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد سنوات من الانقسام الفلسطيني وسيطرة حماس على قطاع غزة خرج اتفاق المصالح إلى النور وأعلنت حكومة التوافق الوطني تفاصيل هذا الاتفاق والتحديات التي تواجهه ومستقبل الحكومة الحالية في لقاء خاص مع مسؤول ملف المصالح الفلسطينية السيد عزام الأحمد مرحبا بك في يورو نيوز أهلا يا أهلا كيف تفسر هذه الصرعة في إتمام ملف المصالح الفلسطينية لسيما أنكم استغرقتم سنوات ولم تصلوا إلى نتيجة ملموسة الفضل الأول يعود لتفاعلات ثورة 30 يونيو في مصر تركت بصماتها على الأوضاع في المنطقة كلها وأنا كنت أقول بعد 30 يونيو ما حصل في مصر زلزال له ارتدادات كالزلازل ستتواصل لفترة طويلة أول هذه الارتدادات ستكون في فلسطين غير كثيرا في الوضع داخل غزة سواء فيما يتعلق بطريق التفكير حماس أو عمل حماس أو موقف أهالي غزة من استمرار هذه الحالة كذلك التحالفات في الشرق الأوسط والتي لها انحكاس على الوضع الفلسطيني أيضا تغيرت تغيرت نظرة لما جاء في الخليج والموقف الذي اتخذته دول الخليج من دعم لثورة 30 يونيو هل نفهم من حديثك أن سقوط الإخوان المسلمين في مصر قد ساعد أو سهل عليكم إتمام ملف المصالحة مع حركة حماس التي هي جزء من الإخوان المسلمين بالتأكيد لعب دورا أساسيا لو كان الإخوان المسلمين وحماس جزء منهم كانوا يريدوا إنهاء الانقسام وينفذوا ما وقعوا عليه في مصر في أربعة مايو 2011 جاء سنة كاملة حكم الإخوان المسلمين لم تتقدم عملية المصالحة خطوة واحدة هل لديكم تخوف من احتمال خروج حركة حماس عن اتفاق المصالحة الذي تم لا لا يوجد لدينا تخوف ولكننا حذرون ليس من باب التراجع الانقسام انتهى وإلى الأبد ولن يعود إذا فكروا بانقسام جديد يحتاج إلى وسائل جديدة وطرق جديدة في غير متوفرة الآن يقال أن هذه المصالحة هي صورية وأن حركة حماس ما زالت تسيطر بالفعل على قطاع غزة كيف ترد على ذلك أولا أنا كلامي دقيق قلت لك أنه سياسيا وقانونيا انتهى الانقسام صحيح ونقطة أخرى قلت لك في دولة احتلال كيف سنتعامل مع السلاح هذا موضوع معقد وشائك ليس بالسهل والملاحظات اللي حضرتك قلتها في ناس بقولوا هل ستكون حماس تخوض تجربة حزب الله في غزة نحن نريد ذلك كما أشرت ما هي أبرز العقبات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني أولا إعادة توحيد المؤسسة كلها المدنية والأمنية الصعيد الأمني وفق ورقة المصالحة تتم على أساس قانون الخدمي في الأجهزة الأمنية وكما أشرت تشكيلات عسكرية لها جوز خارج القانون هناك لجنة أمنية عليا سيشكلها الرئيس بصفته قاد على لتوحيد الأجهزة الأمنية بإشراف مصر وجامعة الدور العربي في ضوء عملية السلام وأين موقع الاحتلال ودوره تكون أحد العوامل ما هي طبيعة الضغوط التي مارستها عليكم إسرائيل لعدم إتمام ملف المصالحة مع حماس وما مصلحة إسرائيل من عدم الوصول إلى اتفاق المصالحة جربوا العقوبات المالية حجز أموالنا ولكنهم نحن أبلغناهم عبر الولايات المتحدة وأوروبا إذا حجزوا أموالنا كعادتهم سيكون لنا إجراء فوري مقابل التوجه للأمم المتحدة بكل مؤسساتها من تفعيل اتفاقية جينيف أربعة وصولا إلى الفاو انتهاءا بمحكمة الجناية الدولية وربما نقدم على خطوات أخرى أكثر من ذلك إعلان الدولي على الأرض من جانب واحد بدعم المجتمع الدولي في ضوء قرار 29-11-2012 بقبول فلسطين عضو في الأمم المتحدة وتصعيد المقاومة الشعبية ورفع أيدينا ووقف أي إمكاني إلى عودة المفاوضات كيف تؤثر حادثة اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة على ملف المصالحة مع حماس وعلى وضع حكومة التوافق الوطني في هذه الفترة أول تصريح الإسرائيل التهمة تحملت الرئيس محمود عباس المسئولية إنه بسبب المصالح وهم لا يوجد لديهم أي معلومات ولا يعرفوا أين هم هل فعلاً اختطفوا هل تعرضوا إلى حادث هل اختفوا هل هناك مصرحية أسئلة كثيرة ما زالت تطرح خاصة أن المنطقة التي تمت فيها العملية عطسيون بين الخليل وبيت لحم هي منطقة كثافة استيطانية لا يوجد أي شكل من أشكال التواجد للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها حتى قرى عربية في تلك المنطقة لا يوجد كل هم السوطنات ومعسكرات إسرائيلية أولاً يدل هذا على عجز إسرائيلي في حفظ الأمن حتى الآن حماس نفت وحماس لم تعترف إطلاقاً وإسرائيل حتى الآن لم تثبت أنهم اختطفوا ومن قبل من اختطفوا ومرسوا سياسة السياسة الاحتلال الفاشية التقليدية قمع واضطهاد للجميع